اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نهاية بطولة افريقيا السنادي بإذن الله النهاردة حالة هتبقى سخنة جدا لان يضيفي وضيفكم النهاردة واحد صاحب تصريحات قوية تصريحاته دايما بتبقى قوية وسخنة الناس كلها بتحب تسمع له كابتن قسامة خليل نجم ناديل اسماعيلي والمنتخب المصر السابق النهاردة هيكون ضيفي بعد الانترو الاولاني ده ان شاء الله هنتكلم مع كابتن قسامة خليل في كل حاجة هنتكلم معانه النهاردة في الاحداث القوية اللي حصلت بعد السوبر المصري هنتكلم معاه في قطاعات الناشئين هنتكلم معاه في حاجات كتير قوي انتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله ويبقى معاناك كابتن قسامة خليل ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل معايا ومعاكم النهاردة نجم كبير صاحب دايما كل ما هو جديد في قولة القضاء كان اول لاعب في تاريخ الكرة المصرية احترف سنة 1980 كان هداف الدور المصري نجم الدرويش والمنتخب المصري كابتن قسامة خليل براحب بك كابتن اهلا بيك اهلا وسهلا زيك كابتن قسامة كل خير الحمد لله ربنا على حالة تفادي وخير الحمد لله وربنا وفاكم ان شاء الله يانس ديو قديه حلو يعني حندق يعني ربنا على حالة تاريخ كابتن قسامة كابتن قسامة تاريخ كبير اول في مجال كورت القضم سواء مجال التدريدي سواء منتلاعب حضرتك كورتكي موقمة كبيرة اول للكرة المصرية يا جيال الصغيرة اللي عندنا النهاردة الـ 20 و 25 ما يعرفوش تاريخ الكابتن قسامة القروي عايز بس يعني في لمحة كده قبل ما نبتدي الحلقة ونبتدي ضرب النار بتاعاتنا وتطرحات القروي دايما بساكبتن قسامة نقض نبتدي ضرب لا اهلا بك يا محمد لا هو شوف اللعب الكورة غير عن مجموعة متناقضات يعني وهو بيلعب واستمرار حياته المهنية بعد ما بيبطل كورة بتعتمد على طريق تفكير اللعب يعني يعني ممكن يكون اوي لعيب كويس اوي اوي في مرحلة توابن داخل ملعب لكن بعد كده خلاص بيعد عن مجال الكورة والناس والاعلام والكلام ده وبدأ بعد كده ياخد الزاوية اللي هي ايه الوضع اللي هو فيه هدوء وفيه سكينة فبالتالي بيبتعد عن مرحلة الاضواء يعني وفيه لعب لا بيستمر من خلال عطاءاته وطريق تفكيره المهنية برضو هو عايز يبقى فيه تواصل بينه وبين الجماهير ازاي هل يستمر كلاعب كورة هل يستمر كإدارة فنية او كمدير فني او ايا من المسميات في عالم كورة الخدم ولا يختار يعني جزء خدمي يخدم به برضو المجتمع بطريقة او باخرى او يرد الجميل للمجتمع اللي اعطاه كتير اثناء توجده في الملعب هي بتعتمد على طريق التفكير اللاعب نفسه يعني يعني بالنسبة ليه انا حقيقة انا الحمد لله يا رب يمكن كالتليه طريق التفكير غير نمطية يعني ما ارجع كده بالذكرة شوية انا كلاعب كورة مصري بيلعب في النادي الاسماعيلي من موليد بور سعيد مدينة بور فؤاد بالتحديد بعد ظروف الحرب والتهجير سنة 67 توجدنا في القاهرة وبالتالي الاسماعيلي كان موجود في القاهرة والاسماعيلي فريق محبب جدا جدا عند اهل قناة بمعنى سواء كان بور سعيد اسماعيل السويس وهو ده كان الشغل الشاجل بالنسبة لطريق التفكير اهالي منطقة القناة لما يجوا فكروا في كرة القدم وبيحبوا مين وينادي مين في كرة القدم فالكل كان يجمع على الاسماعيلي فبالتالي كانت مرحلة برضو الى حد كبير مرحلة كانت مهمة جدا في حياتي لان انضميت لأشبال النادي الاسماعيلي وانا صغير 15 سنة وافتكر كنت تقريبا وقتها كنت في تانية اعدادي او حاجة او لا يمكن اكبر اولى سنة وتقريبا حاجة زي كده ولعبت النادي الاسماعيلي الفريق الاول وانا في تانية سنوي وانا عنده 16 سنة 16 سنة الفريق الاول ومنتخب مصر في نفس 16 سنة ونص تقريبا almost 17 سنة لمنتخب مصر فده سعيدني كتير لاني لعبت مع مجموعة من نجوم القرى المصرية يعني حقيقة لن يعوضوا يعني لعبت مع مثلا علي ابو جريشة سيد عبد الرازق من الاسماعيلي حسن مختار اجلي الزهب من الكرى المسماعيلي بالزبط الشازلي مصطفى رياض شيحت الاسكندراني بوبو الله يرحمه يعني انت واخد بقى لك تلك التكلم تاريخ حل وقوي وانا ولد صغير وكده ده سعيدني بعد كده مع الوقت لما لعبت منتخب مصر اصبحت كابت منتخب مصر وانا عند 24 سنة يعني من اصغر كبات للكرى المصرية في الكرى المصرية عمرا وسنا في المرحلة دي ده اللي سعيدني عليه ايه ان انا لعبت منتخب مصر نصغير ولقوا ان اسامة خليل كفكر في رغم ان انا يعني في وسط الجيل بتاعي اعتبر برضو صغير لان كان فيه لعيبة اكبر مني في السن وكنت كابتن عليهم في المنتخب ده طموح من الطموحات فبالتالي بعد كده مسيرة بقى تستمر هدف الدولة المصرية هدف الكاس وصلت لمرحلة الاحتراف وانا انا غير بقى الموضوع دي بقى لانا انا كتعايز اسأل حالك لها انت بدأت الاحتراف وقت مكانة الكرة المصرية يعني كانش فيه لسه الناس بتعرفش بقى الكرة اوي حالك بدأت الفكرة الاحتراف من سنة 81 او 280 سنة 80 سنة 80 اه فيعني كلمنا عن فكرة الاحتراف في مصر ان هي كانت اصلا محدش كان يعرف عنها حاجة في مصر خارج لا كانت معروفة في العالم معروفة في العالم واحتراف يعني اقولك احتراف كرة القدم احتراف الاندية احتراف اللاعب الحاجات دي كلها فده كان حلم يعني انا اتذكر يا محمد كنا في يغوسلافيا كنا قبل ما طبعا أحداث بتاعت تقسيمي وغسطافي والكلام ده وكنا في مدينة اسمها سبلت كانت دورة البحر المتوسط في سبلت كانت سنة تقريبا متهالي كان ستة وسبعين أو تمانية أو مش يعني مش متزاكد بالذات وكنا مجموعة وكنا قريبين جدا من بعض منتخب مصر في الوقت ده كنت أنا فاروق جعفر مسعد نور الله يرحمه وطاهر الشيخ النادي الأهلي وكنا قاعدين في الأوضة مع بعض كده وعملين بقى نتكلم إحنا بقى لعيبة كورة وقاعدين مع بعض وفضين بقى بالليل فعملين نحكي وكده وكان شغل الشاجل بتاعنا الاحتراف إزاي نحترف كلاعيبة كورة خلي بالك أنا بقول لحد ديك أسماء في الكورة المصرية في الوقت ده كانت حقيقة في أنديتها كان ليهم تقرم كبير جدا وكلمنا عن الاحتراف وكلمنا على إزاي اللعب المصري يبقى محترف وكانت جلسة فجئنا بعد كده إن كانت قصة جميلة أود إن فاروق جعفر طلع من سبلت من يغوسلافيا كان المفروض رايح على فريق على فرقته الزمالي كانوا رايحين بيلعبوا ماتش في إفريقيا المفروض ده يطلع من يغوسلافيا على روما ومن روما على إفريقيا على بطولة لأن كان الفرقة بتاع الزمالي كانت تلعب في إفريقيا في الوقت ده فجئنا بعد كده إن فاروق جعفر طلع من سبلت من يغوسلافيا على روما ومن روما على نيويورك ما شاء الله مش على عفوكي مش على عفوكي اظهر بقى كلامنا عن الاحتراف وكان برتب أمور شغلانة تانية خالص وراح فاروق على نيويورك وكان كل هدفه إنه هو يحترف مع نادي كوزموس في الوقت ده نادي كوزموس كان نادي شهير جدا في العالم لأن كان بيستقطب كل نجوم الكرة العالمية الأسماء الكبيرة زي بيلي وزي كاروس البرتو وزي بيكين باور نجوم العالم نجوم العالم لكن طبعا ما حصلش نصيبه كده بالنسبة للفاروق والتجربة لم تتم يعني أنا ما فيش شهرين ثلاثة قررت بقى خلاص ما احنا عملين اتكلم على الاحتراف فبالتالي السنة بدأت بقى بأسلوب مختلف شوية رسلت بعض الاندية الأمريكية والاندية بعض من الاندية ما اقتصر حدك أقولك هو الطريق اللي احترفت ده كان بيبقى عرض من النادي للنادي الإسماعيل ولا كان بيبقى من خلال الزادي لا لازم أنا يعني لما مثلا نادي كان في نادي اسمه نادي مينسوتا كيكس في ولاية مينسوتا من يابلس بعتولي قالولي تعالى وبس هنشوفك يعني ما فيش بقى زي دلوقتي في اللي هي المعاشات لاي السوشيال ميديا وانك انت تبعث فوتج او تبعث لقطات عن مبارياتك او هدافك وكده لاك اللازم يشوفوك ويحكموا عليك من خلال الملعب خصوصا انك انت جاي من افريقيا ما انتش جاي من اوروبا انت اخذ بالك فبالتالي كان الموضوع صعب رحت على امريكا ومينسوتا وبعد كده وانا مع مينسوتا كنا في كانوا عاملين معسكر اعداد في بورتريكو بورتريكو دي جزيرة من الامريكان اشتروها قريبة جدا على ميامي انا بتكلم على الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الامريكية وانا في بورتريكو الفرق بتاعت مينيابلس مينسوتا بتلاعب فلاديلفا فيوري المدارب بتاع فلاديلفا فيوري بعد المباراة فوجيت انه هو بيكلمني بيقول لي انت مضيت مع مينيابلس مع مينسوتا انا عايزك في فلاديلفيا قبل ما تمضي قبل ما امضي وقبل كل حاجة تمام ده على لعبتهم مبارا المهم الاسماعيلي في الوقت ده عارف طبعا اننا خلاص بقيت في امريكا وقتها كان الله يرحمه المهندس عثمان احمد عثمان اصر على مبلغ 200 الف دولار والمبلغ ده كان كبير جدا سنة التمانية كبير جدا جدا الامريكان استغربوا ازاي يطلبوا يطلب في لعب مصري مالوش اي مالهمش اي تقل في الكرة العالمية مفيش اي بطولات عالمية تطلب فيه 200 الف يعني فطبعا كان الموضوع صعب جدا وبالتالي مينياب مينسوتا رفض لما رفض مينسوتا على طول فلاديلفيا فيوري تقدموا بالعرض بتاعهم ووصلوا المبلغ لمية خمسة وعشين الف دولار وتم انتقال اسامة خليل من النادي الاسماعيلي لنادي فلاديلفيا فيوري في مقابل مية خمسة وعشين الف دولار كبير في الوقت سنة التمانين اعلى مبلغ اعلى مبلغ اعلى مبلغ طبعا في الوقت ده حقيقة لعبت بقى مع فلاديلفيا دي قصة الاحتراب اه وكان وقتها كان مدرب ايطالي اسمه ايدي فيرماني وحقيقة قضيت معهم وقت كويس جدا واخدوا العقد بعد كده بتاعي لكندا مونتريال ومن كندا مونتريال رجعت تاني لكاليفورنيا وستمرت مع كاليفورنيا سيرف ولعبت بقى في كاليفورنيا سيرف مع نجوم كبار كالوس البرتو برازيل باولو سيزار برازيل كلها اسمها عالمية يان فندرفين هولندا بوبي بويسماير هولندا يعني حدكت مجموعة من نجوم العالم نجوم العالم حقيقة وكانت تجربة جميلة جدا جدا واخدت فيها هدفة دوري قياسا لعدد الدقايق اللي انا لعبتها وشاركت فيها لانه سجلت حوالي 16 هدف تقريبا من قياسا لعدد الدائل اللي ينتقى في الوقت ده طبعا بيحسبوها هما بالشكل ده فريح كبير قوي كبتل أسامة الحمد لله حمد لله حبين انهنا كنا ندي نبزة كده للأجيال اللي طلع عشان تبع عارفها كبتل أسامة وفكرة الاحتراف من بدر جدا ان هي كانت موجودة الثقافة لا ما والاحتراف يا محمد الاحتراف الموثق يعني فيه نجوم كبار راحوا أوروبا أملي كده بس كان فطرة معيشة فرق بين انك انت تحترف بعقد وعقد موثق ويبقى موجود في اتحاد كرة القدم المصري وفي الاتحاد الأمريكي وعملية الانتقال تمت ازاي وفرق انك انت رايح تعمل معيشة ناس تتعايش يعني السقامة فرقتك التعليم حمدت فرق معك في فكرة الاحتراف جدا جدا طبعا مثالتك للأجيال اللي طالع بقى يعني لان احنا بقنا بنشوف دلوقتي لعب وطفوح وتقعد سنة وترجع عشان لا عارفة تتقلم ولا عارفة لغة ولا عارفة ايها ده كلام سليم وده سبب من أسباب فشل معظم لعيبة مصر ونجاح محمد صلاح يعني ده مصري وده مصري بس اللي بيفرق ايه اللي بيفرق ان عندك لعيب بيثقف نفسه بنفسه عشان كده محمد صلاح نجح جدا جدا فأي دولة هو سافر فيها بدءا من سويسرا لإيطاليا لإنجلترا فنفس الشخص هو هو ولكن قوة القوة الزهنية وانا حاسس جدا بمحمد صلاح عشان كده انا بقول محمد صلاح هو الاستورة الحقيقية في كرة القادة المصرية هل تسلح كوي لحضرتك قلت وهاقوله على طول يعني يعني وده رأيي وده رأيي وانا بقول لإن أنا من أصحاب نظرية الأرقام صحيح يعني تعالى ما بتكلمش بعاطفة عاطفة أهلا وسهلا ما بتكلمش من انتماء بقول ده أحسن مننا كلنا صحيح تمام لعب الكرة المحترف مش جوه الملعب بس خارج الملعب أهم من جوه الملعب يعني أنا أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا وأنا في فطرة لعبي مع فلادلفيا وأنا في نادي فلادلفيا أنا لسه ما مضيتش الناس ها بيعملوا بيعملوا اتصالات بمصر على أساس طلبوا مني أن أنا أبعث أجيب مراتي من مصر مراتي في الله يحميها خرجت جامعة أمريكية ومجلسير اقتصاد وسيد الحمد لله يعني إيه على قدر كبير جدا من الثقافة وعندها يعني إيه وضعها الاجتماعي جوه مصر وكده فطلبت منها قلت لها تعالي وكده طبعا لأن أولادي الذين هدول مش عايزين ننضي إلا لما يشوفوك طبعا فأنا استغرابت يا استغرابت قرار دي تخيل يعني يعني قرار دي زوجتك دي ليه ليه لأن أولا لازم يشوفوا أنا في بيتي إزاي ده رقم واحد لازم أنا بقولك لعب الكرة ده سنة تمانين آه يعني مش النهاردة 2020 بالزبط كده زوجتك يعني على يعني هتقدر تتحمل إنك تعيش خارج مصر وتساعدك ولا إن هي من النوع اللي هتقعد يزن على دماغك على أساس أنك أنت ترجع تاني هي دي هو ده الاحتراف الصح وهي دي الطريقة اللي أوروبين جدا أحنا في حتة تانية آه كيات مراتي لقوها أمريكانية أكتر منهم طبعا حتة التواصل دي كانت مهمة جدا طبعا فبالتالي أصبح الوضع على طول ومضيت الوقت ده بتواجد بالك يعني مضيت التعاقد وتاموا التعاقد مع الإسماعيل في الوقت ده ودفعوا الفلوس النادي الإسماعيل حديني بقى أجيب حضرتك من أوروبا بقى ومن الجو والأجواء المميزة دي وأجيبك بقى في الكرة المصرية والأحداث في الكرة المصرية لأن الكلام الأوروبا مش هيخلص يعني لأن احنا فعلا عادينا لا أنا بس بتكلم على ليه اللاعب يعني غير النهاردة العشوائية اللي بتتم أنت بتجيب لعيبة مجرد بتفرج عليها على فوتج أو على الأقل والكلام ده والموضوع زي ما أنت شايف شفتوا صورة المصر زي كابتون أسامة والأحداث اللي حصلت المؤسفة اللي بعد المباراة والشكل العام للمصريين في الأمارات دولة الأمارات اللي هي كانت عاملة شغل مميز جداً من قبل المباراة النهائية بأسبوع قناة مخصوصة براء يعني كل يوم فقرة حلية شفت الأجواء بعد المباراة زي للأسف الشديد حقيقة وأنا حزين جداً إن أنا حقيقة يعني حلاوة المباراة في الحضور الجماهيري ده شيء رائع وفساد العقلية بتاعة لاعبي مصر في داخل المستطيل الأخضر تنقض كبير جداً جداً بين جمهور في المدرجات عايز يستمتع بيوم ده أنا شايف أطفال ده أنا شايف في الكادر واحد لابس فنيلة الزمالك وشاي البيبي يعني تخيل شوف الأمان وشوف ده شاي البيبي تعال ببي يعني ده ببي يعني شهور يعني شوف قد إيه عنده ثقة في إنه هو يتفرج على على مباراة على مباراة بأمان وسلام تمام وما حدث داخل الملعب داخل المستطيل الأخضر شيء مؤسد جداً إدانة قوية جداً لمسؤولي كرة القدم في مصر لأن أنا النهاردة ما بكلمش على فريق كسب أو خسر أنا في رأيي السوبر المصري هو اللي خسر ما فيش حاجة اسمها السوبر المصري أولاً إحنا ما عندناش الكرة اللي فيها آآ أقدر أقول عليها فنياً أتفرج على مباراة كرة القدم وأبتدي أحللها وابتدي أحكم على اللعيبة دي اللي قدامي دي حكم صح لأن إذا إذا تلعبت أي مباراة بدون الجماهير فهنا الحكم على لعيب الكرة والمدربين والحكام بيبقى نائز جداً 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 آآ الغنص الأساسي في اللعبة الغنص الأساسي مش موجود الضغط الجماهيري صحيح تمام؟ ناهيك من الكلام ده كله خلاص إحنا النهاردة بنتفرج على السوبر مصري بجماهير تمام لكن الرسالة إيه النهاردة يا محمد شوف التناقض الشديد أنا عندي دبي عاملة احتفالية كبيرة جداً لنابغة مصرية اسمها الدكتور مجد يعقوب وعندي أبو ظبي عاملة احتفالية جماعية كبيرة جداً بما يسمى مباراة السوبر المصري بين أكبر فرقتين في مصر الأهلي والزمالك تمام؟ هنا الفرد ونجاحه تمام؟ وهنا المجموعة أو العمل الجماعي وفشله تمام؟ هنا أحكم بقى على إزاي هذا الفرد نجاح بهذا النجاح الباهر ملاك على الأرض اسمه مجد يعقوب عمل خيري كبير وتطوع بالجهد والعرق والمعرفة كل شيء مجد يعقوب جاي لنا هو ملياردير لأن راجل من أكبر دكترة في العالم مش محتاج فلوس صحيح يعطي ثم يعطي يعطي ثم يعطي تمام؟ بدون مقابل في المقابل بالنحية الثانية في أبو ظبي مباراة للأسف الشديد عمالين يعملون لها استوديوهات تحليلية ومش عارف إيه وبتاع كل كلام فارغ لأن كلهم بيعيدوا نفسهم وكلها عناصر سواء كل داخل استوديو التحليلي انتمائية ما فيهاش نوع من الحيادية يعني ايه تجيب لي واحد من الأهل ولا واحد من الزمالك ولا مش عارف إيه وبتاع ما احترام الشديد اليوم كلهم ويعني ايه تجيب واحد لنسا مبطل مبارح علشان يجي حلل لمباراة النهاردة لمجرد أنه اسمه مازال مرتبط بالناس يعني ايه الكلام ده كل غير أنه هو حافز تسويقي المستفيد منه فقط الشركات الرعية أو الشركة الرعية هنا بقى أضروا بيها الكرة المصرية وهنا بقى للأسف الشديد أساءوا لسمعة البلد البلاوي اللي بتحصل في مباراة الأهل والزمالك وأنا فيه تصوري ما فيش حاجة اسمها السوبر مصري لأنه ما عندناش لا دوري ولا كاس مباراة بتتلاعب بدون جماهير بس هي تنطنع إعلامية فارغة الغرض منها للأسف الشديد تسويقي وليس مهني فبالتالي ما أقدرش أحكم على يقول لك ده أهلك أخذ مش عارف كان بطولة الزمالك أخذ مش عارف كان بطولة كلام فيه تصوري أنا فنيا ما لوش أي قيمة لما جا تكلم على هل هم فعلا خدموا مصر أساءوا لمصر كثيرا ما حدث في مباراة الأهل والزمالك في أبو ظب أساء إلى المجتمع المصري إساءة بالغة هحكي لك حكاية بسيطة أنا كنت مسؤول عن قناة أوربت الرياضية عادت 12 سنة في الرياضة تمام ومسؤول عن القناة وبيعمل برنامج في الرياضة في قناة أوربت الرياضية من يوم لتنين للجمعة وكان من أهم الفقرات اللي احنا بنعملها تعقبنا على مباريات الدور السعودي تمام حدثت وقعة غريبة جدا في مباراة بين فريقين في السعودية من الفرق الكبيرة بتاعت الرياض الرياض كانت بين تقريبا الهلال مع الشباب وحدث بعد المباراة واحد لاعب أجنبي عمل حاجة يعني مع الجماهير وأمقل علهم الفنية أصبح الجزء العلوي من جسمه باين تفتكر الاتحاد السعودي عمل إيه؟ يا محمد اللاعب ده قبل ما يوصل على الفندق أو على المكان اللي قاعد فيه كانوا لمين الشنط بتاعته ومرحلينه خارج السعودية رغم بقى النادي اللي هو بيلعب له شريب بمبلغ كبير قوي مؤثر جدا فيه فريقه ليه بقى؟ لأنه اخترق حرمة المنازل اللي موجودة في المجتمع السعودي وده بكل المقيس يجب عقابه هيعقبه وهيسجنه لو مواطن سعودي عمل كده وهيسجنه تمام ولا ده أجنبي جاي ما فيش غير ان احنا نرحله ترحل في نفس الليلة ما بحلك بقى لما اجا شوف نموذك سيئ من شكبالا لسليمان اسمه وليد سليمان وليد سليمان وما حدث ايه ده؟ ده في بتقوليش بقى مين الاساس ومين السبت ومين المبررات دي انا هنا بتكلم على فعل اخلاقي يعاقب عليه القانون ما بتكلمش بقى على كرة ايه اللي وصلوا لكده وما بتكلمش على بقى انتماء ده اهلية ولا زمالكاوي والكلام الفارغ لان الاتنين هم اكتر الاندية المستفيدة من الفوضى اللي موجودة في الكرة المصرية لا يفيدوا الكرة المصرية تقولي بقى ده اخد بطولة افريقيا مش عارف ايه والتاني اخد بطولة مش عارف ايه ما ينفعش هل فيهم حد قدم لمصر موهبة كبيرة زي محمد صلاح ده ما حصلش مردود محمد صلاح على المستوى الشخصي الدعائي لمصر قد كول الاندية دي لا صحيح تمام ما تجيش بقى تقول انسى بقى لأقلام وانسى بقى البرامج التلفزيونية وانسى بقى الحاجات دي كول لا لان دول بيشتغلوا عشان ياخدوا فلوس بيشتغلوا الاندية دي اكل عيشهم ان هو يطلع يقول كلمتين يدافع عن النجم بتاعه يصرف النظر بقى انه اخلاقيا صح ولا اخلاقيا غلط هينسى الكلام دي كول لكن انا بتكلم على الاساءة للبلد الاساءة للوطن وعلى المستوى التاني عندي ظاهرة تانية رائعة الدكتور مكدي عقوب اللي بيكرم احلى واحسن تكريم عشان يعمل مستشفى بالضبط مش يعمل مستشفى يعالج بها الناس انت يا اهل وزمالك عملتوا ايه للبلد انتوا الشركات الرعية بتستغل حب الجماهيد للاعبة كرة القدم فبالتالي بتعملكوا تسويق بيديوكوا حجم اكبر من حجمكم الحقيقي اه حجمك يا اهل وزمالك هتقول انت نادي بقى لك مئة سنة ولا على عينه ولا رأسي لكن انا بتكلم على المبدأ صحيح انت فين النهاردة من خدمة الوطن خدمت البلد في ايه تعال لعبتك دية اللي عماله سواء اهل او زمالك اللي احنا شفناه المنظر المغزي في بلد مش مصر بلد تانية تكلم على بلد شقيقة يا محمد هنا مردودها السياسي هيبقى وحش جدا فيه توافق كبير سياسيا بين مصر والامارات وفيه حب جميل بين مصر والامارات لكن لما تيجي تاخدش حياء المواطن الاماراتي في بيته لا 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 هيبقى ليه اعتبارات تانية تمام يبقى انت هنا اللي بتعمله فيه السياسة وبتعمله فيه التقارب تيجي ماتش كورة يباوز تيجي ماتش كورة يباوز علشان مجموعة من الافراد للأسف الشديد ما فيهاش اي نوع من انواع الثقافة والتربية الاخلاقية بص الشخصيات اللي عامت يعني على الاسف ما فيهش ما فيهش ما فيهش علم ما فيهش ثقافة ما فيهش هو لو مثقف شوية او على الاقل قاري شوية البعد التاني بقى انه هو عدم خدش حياء الناس كان يوصل بيه المرحلة دي لا ده حي لكن ات لا 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 ما تكلمش في الموضوع ده لا حسن نعيب ان احنا ما تكلمش في الموضوع ده ده الدنيا كلها شايفاك طيب انا عايز اخذ من حضرتك كبت ان اسمى رجلت بقى لاصلاح ما افسده السوبر المصري رجلت للنهوض بالكورة المصرية ان احنا نطلع محمد صلاح جديد ونطلع منهم جديد بص يا محمد انا اسمعت حوار كده سريع لرئيس الرئيس المؤقت للجبلية اتساز عمر الجني صعقت هتقول لي ليه اذا كان الرئيس المؤقت للجبلية طالع يقول لك الاهل والزمالك هما دول الكورة في مصر بكل المقييس انت اثبتلي انك فاشل اي ار عايز اقول لك انت بتتكلم كمشجع صحيح ما بتتكلمش كقيادي كوميونيتي ليدر لا تنطبق عليك لا تنطبق عليك لكن انت انت طالع قدامي التليفزيون علشان تتكلم كمشجع كرة يبقى انت هنا لا تصلح في المكان ده فرق بين القيادي لان القيادي بيمدي ايده لكل الاندية كل الاندية على خطة واحد على خطة واحد قيادي مظبوط تمام لكن كمشجع انت بتتكلم كزملكاوي ولا اهلاوي ولا 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 بكل المقاييس انت فشلت المباراة فشلت من قبل ما تبتدي اذا كان رأس المنظومة طالع يقولك الكرة في مصر اهل وزمالك يعني انت دلوقتي بتقول نفس النغمة اللي بيرددها الاعلام الانتمائي مظبوط فشل فانت حكمت على المباراة بالفشل من قبل ما تبتدي ده صحيح ما انفعش الكلام ده رجدت ايه بقى هل هيسمر الوضع في الشكل ده ولا الفترة اللي جاية هتيجي بقى تلاقي حملات اعلامية ليس لها نهاية كل يدافع عن انتمائه مظبوط على حساب الكرة المصرية تمام هنا لابد من وقفة من القيادة السياسية تدخل وزير الشباب الرياضة تدخل للأسف 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 حتى لو الدكتور أشرف صبحي تدخل هيتدخل للتهدئة لكن مش هيتدخل لإيجاد جذر وعقاب مظبوط لازم أحط في الحسبان رقم واحد ازاي ابعت رسالة اعتذار مباشرة وغير مباشرة للمجتمع الإماراتي اللي اتعاملت اللي اتلعبت عليه المباراة وللبيوت اللي شهدت المباراة مش في الإمارات بس في الوطن العربي كله ودي مهمة جدا ومش هتيجي إلا من خلال قرارات قوية بالعقاب صحيح هنا بقى ما يجيش يقول لك والله آه ده الاهلي مش عارف ايه ولا الزمالك مش عارف ايه ده عنده بطولة ايه ولا الثاني عنده مش عارف ايه آه ده الاهلي هيلعب مش عارف ايه بتاعوا التوازنات ما ينفعش ما فيش اه ما ينفعش انت النهاردة اخطأت واسأت للبلد لازم يفي عقاب تعالى بقى زي واحد هو الناس اللي بتطلع تشتم للأسف الشديد مصر للأسف في التلفزيونات اللي هي الخارجية مش احنا كلنا بنطلب عقابهم صحيح ما بالك بقى اللي بيطلع يعمل يسيق لمصر وعايش والصنى الجاية النهاردة ما انا عقبه علشان يبقى عبرة للاخرين تعال هنا ايه تأثيرهم على منتخب مصر لما تيجي تحسبها الشخصيات اللي عملت الفوضى دي كلها ما لهمش اي تأثير على منتخب مصر النهاردة منتخب مصر لن يستعين بهم لحقيقة النهاردة يبقى ليه ما تعقبش يقول لك مش عارف ايه ورئيس نادي هنا ورئيس نادي هنا وتبقى عملية ملاسنات بينهم ويدخل فيها اتحاد اللعبة اعمل قرارات صارمة في قانون انت شايف ان اتحاد الكورة يقدر يعمل كلام بس انا شايف ان اتحاد الكورة يعني شايف ان اتحاد الكورة اقوى من الاهل والزمالك لا 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 انسى موضوع ان في اتحاد كرة القدم اقوى من الاهل والزمالك ودي المشكلة الكبيرة ونحن نطلع بره الدايرة نفسها كابتال أسام طالما الأهل ونزمالك أخوة من التحدي اللي بيدوري القرى المصرية هنفضل في نفس الأزمة دي طالما غابت اللوائح والقوانين وتنفيذ اللوائح ودخل عنصر المحاباة والتوازنات فاللي انت شوفت في مبارات السوبر هتشوفه مرة تانية وثالثة وربعة النهاردة اللجنة المؤقتة دي دي جاية وهتمشي مضبوط اعمل بقى حاجة للتاريخ ما انت ماشي ماشي تمام النهاردة يطلع عليه واحد يقولك والله اه احنا نفسك مين هم الشخصيات اللي موجودة في اللجنة المؤقتة البعد التقل التقل اللي انا قدر اقولك اه والله انا هسمع له علشان ااخد منه قرار صح للأسف مع احترام الشديد اليوم كلهم مفيش تقل صحيح مفيش هيبة كلهم تمام الاربعة ولا الخمسة اللي موجودين مفيش على المستوى المجتمعي تمام يا اما لعب كرة هو على قده يا اما لم يمارس لعبة كرة القدم اطلاقا انا هقول لحالك ان احنا النهاردة هنجي تاني بعد كده نخش في دورة الانتخابات الاتحاد الكرة تاني وبينلاقي نفس الاشكال ونفس الناس ونفس الاسماء مع احترام الجميع بيترشحوا تاني على مناصل اتحاد الكرة وما بيطلعش بره الدايل اللي انا بقول الحكي عليها ايه حضرتك انت يعني ما ينفعش بقى فيه قانون يحرم اه هو القانون ما يحرمش حد من الانتخابات بس احنا نفضل دايما في نفس الاسماء ونفس الشخصيات بقطع لا من حق اي مواطن طالما انطبقت عليه شروط الترشيح او شروط العدوية او شروط رئاسة اي اتحاد ان يتقدم ليه الانتخابات ده حق لأي مواطن لكن هناك ظواهر سابقة بالضبط وده انا بسلك علي اه والظواهر السابقة بتقول ان لابد من التجديد والتطوير تمام يبقى هنا فرصة الجبلاية حاليا او اللجنة المؤقتة حاليا ان هي تعمل قانون تفصيلي انا ما اقولكش مش عارف ايه لا لازي بقى فيه قانون تفصيلي رقم واحد مبدأ التمن سنوات لازم يفعل ممنوع رقم واحد الترشيح او الترشح لدورة ثالثة متتالية رقم اتنين عدم الجمع بين العمل الاعلامي وعضوية مجلس ادارة اي اتحاد رياضي او اتحاد كرة القدم كده هنقول احنا بنفصله على ناس معينة فصل الله انا بقولك انا بقولك فصل الكلام اللي هيتقال ما تشتع اخي ما اشوف تستخدم الجمعية العمومية استخدام سيء الجمعيات الجمعية العمومية في اتحاد الجبالية تمام بيستخدموها كجهة ديمقراطية لتنفيذ اغراض للأسف الشديد للأسف الشديد كلها علامات استفهام ده هيك بس يقولك الجمعية العمومية طيب استخدم بقى الجمعية العمومية المرادة تمام اه ليه لا تمام عدم الجامع بين العمل الاعلامي وترشيح لعدوية مجلس ادارة اي مجلس ادارة اتحاد اللعبة لازم مسألة دورتين متتاليتين الأسماء اللي هي لأسف الشديد أساءت للكرة المصرية من كاس العالم لكاس الامم الافريقية للفوضى اللي موجودة في الكرة المصرية حاليا تمام تستبعد دي بلدنا ليه ما تستبعاتش طبعا الكلام مع حضرتك في النقطة دي بالذات عايز لحلقات لان انت فعلا حطيت اليك على الجرح وما فيش كيود يعني احنا مش خايفين من حاجة احنا منتكلم الكلام لصالح للكرة المصرية سانة عشان بلدنامج قطاع ناشئين عندي برضو مجموعة من الأسئلة كتير قوي الوقت الحلقة مرّة مع حضرتك بسرعة لا اتفضل رأي حضرتك ايه في المنظومة اللي بتدير قطاعات الناشئين في مصر يعني المسؤولين عن قطاعات الناشئين في مصر احنا بقينا في وضع موسيقى جدا يا كابتل اتفضل اقول لك حاجة يا محمد لما دخلت فكرة الاكاديميات لغت فكرة الاحتفاظ بالمواهب الناشئة والان دي أصبحت تهتم بالبعد التجاري وانا حزين جدا حقيقة ان نلاقي عيلة اب عند ولد ولا ولدين ولا يعني ربنا يرزع الجميع يعني ويصرف على كل واحد ربعمائة خمسمائة جنيه عشان يروح اكاديمية يعني انت دلوقتي بتاخد من ميزانية الاسرة فلوس علشان ابنك يلعب في نادي من الاندية او يشارك في نادي تمام هنا الخطورة كلها لان انت وصلت العيلة المصرية لمرحلة انه بدأ يتعشم ان ابنه هيبقى محمد صلاح في المستقبل لانه بيدفع فلوس ولما يجي يوم الحسم او وقت الجد معظم هذه الاندية مش هتبص لابنك لان الاندية دي عايزة في مرحلة من المراحل انها تجيب لعيب بفلوس من اندية تانية يبقى جاهز مضبوط يبقى انتهينا لأسف صرفت فلوس كتير جدا اه هو فيها بعد كويس انك بعدته عن الشارع مضبوط وانه هو يعني بيلعب برياضة منظمة وبيلعب برياضة فيها نوع من التنظيم وايه بيشبع بيها رغباتك لكن انا بقولي الاهالي متعشموش نفسكو كتير ليه بقى نادي من الاندية الكبيرة تمام المسؤولين عن قطاع الاشبال والناشئين فيها هم اصدقاء يا كابتن اسامة رئيس النادي مبلغنا ان الاولوية لابناء الاعضاء الاولوية لابناء الاعضاء ليه علشان هنا فكر انتخابي مضبوط هو عايز الصوت الفاتورة الانتخابية الفاتورة الانتخابية طب الولاد اللي بيدفعوا فلوس في الاكاديميات دي ولا اللي بيدفعوا فلوس عشان ولادهم يلعبوا دولي نرميهم برا ولا يبقى فيه نوع من المصداقية هنا الخطورة مين بقى اللي المفروض ينظم الموضوع ده مين اكبر ما فيش شك غير وزارة الشباب والرياضة بلا واح وقوارين ملزمة هيحط ايه يا كابتن قسامة هيحط القانون ازاي انه يفرد على المدير الفني او رئيس قطاع الناشئين في نادي انه ياخد لعبين موهودين مهوذات الشباب برضه هتقولك انا هعمل لهم ايه مش مسألة انه هيعمل له ايه مسألة انه يبقى عندي ليحة انت واخد بالك يبقى عندي ليحة الليحة بتقول ايه انه لابد مثلا كمثال انا عندي مثلا ميت ولد في البراعم تمام وتبقى اسماعهم مسجلة فيه من الفين وستة لسبعة لتمانية لتسعة لعشرة تمام تمام على اساس كل مجموعة هنقول 25 لعب يبقى هنا تصعيد الولاد دول مع الوقت تمام يبقى فيه عشرة في المية من المجموعة دي يصعدوا الاشبال والناشئين مجبور لقرار سليم من اللون المي وهلازم يعمل ليحة ما سيبش الموضوع كده سداح مداح هنا هيبقى فيه هدف وانت في الاخير بتيجي تنتقي احسن العناصر والاهالي هيقبلوا الكلام ده تفعيح تاخد بالك هيقبلوه طبعا لانه شايف المراحل التطوير ابنه بتستمر من سنة للتانية واصبح هناك امل دخل بقى مرحلة الناشئين ودول العشرة في المية من المية واحد اللي موجودين في مرحلة البراعم في الاربع قطاع اربع قطاع اه مضبوط تمام يبقى هنا عملت هدف بالضبط عملت هدف للناس كلها تبقى شايفة والكل يتطفق عليه مضبوط وما فيش حد يزعل والله انا ابني ما عندوش الموهبة ما عندوش المهارة خلاص ابص على رياضة تاني يبقى هنا كده مشيت بتسلسل صحي لكن انا مجيش اقول والله للاجهزة الفنية خلي بالكم انا عندي رقم واحد ولاد الاعضاء مم لكلام بقى ماشي يعني لا موجود انا بقول لك يعني انا بقول لك عن يعني على حاجة بيني وبين اصدقائي وبين اخواتي وبين الناس اللي هي بسؤولة عن قطاع الناشط في الاندية الكبيرة بكلمك اندية كبيرة الكبيرة الكبيرة يعني ما بقى لك بقى الاندية التاني لا لا الموضوع موضوع كبير انا عايز اقول لك للأسف ان وقت الحلقة خلص وهم بيكلموني في الوريس وانا كمية الاسلامة اللي معايا ما سألش مينها ولا سؤال يعني لسه كابتل اسامة ما سألناش حاجة في اقطاعات الناشئين وما سألناش حاجة في حاجات كتيرة اوز انا يعني معلش على الهوى كده انا عايز اخد من حضرتك وعد ان احنا نكمل مع بعض الحلقة الجاية للكابتل اسامة برضو يعني نكمل لان احنا فتحنا ملف مهم جدا لكابتل اسامة حضرتك خط التجربة في الاحتراف عندنا ازمة في الاختاعات المشئين كتير او ملفات مهمة اوي احنا ما كلمناش فيها وقت الحلقة فعلا موضاش فانا عايز اخد من حضرتك وعد يقدام الناس هو على الهوى ان حضرتك بقضية في الحلقة الجاية ان شاء الله نكمل الملف اللي احنا فتحناه حاضر يعني ده وعد على الهوى من الكابتل اسامة ان احنا نكمل ان احنا فعلا وقتنا الناس بتقولي في الاربيس ان الوقت خلص والناس كلها يعني كمية الاتصالات اللي جات على الحلقة كثيرة جدا وبيقولي لي في الاربيس بس انا رفضت ان احنا ندخل مداخلات عشان نسيب حضرتك تتكلم باستفادة ونفهم الناس فاحنا كمية الاسئلة هنخللها زي ما هي وهنسأله حضرتك ان شاء الله يا كابتل اسامة بإذن الله السابت الجاي ان شاء الله احنا بنشكر حضرتك جدا على وقتك تسامين وعلى الكلامك المميز اللي احنا فعلا بنبقى سعاداء به لان حضرتك مش عايز حاجة يعني حضرتك بتقولي يا جماعة احنا عايزين النهوض احنا عايزين يبقى شكلنا كويس عايزين الرياضة المصريية تبقى في مكانة عالية فاحنا في الاخر بنشكر حضرتك جدا جدا لكابتل اسامة وان شاء الله على وعد بإذن الله الاسبوع الجاي نكمل الملف اللي احنا فتحناه مع حركة بإذن الله كابتل اسامة ان شاء الله يا محمد وانا سعيد جدا انا موجود معاكم النهاردة اهلا بي حاضر نشاكلين يا كابتل اسامة نشاكلين كل الناس اللي بتستمعناها وكل اسبوع ان شاء الله من دامك صرخة ناشئ ان شاء الله الحلقة هتبقى موجودة على قناة صرخة ناشئ على اليوتيوب وعلى فيسبوك تصريحات الكوالي الكابتل اسامة كلها ان شاء الله نستنىها بإذن الله واتشوفها بإذن الله على وعد ان شاء الله نلتقي ونكمل الحوار مع الكابتل اسامة بإذن الله الاسبوع الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته